القصة القصيرة لم أكن أعلم أن لكلمات جدي هذا التأثير فلم أتذكرها في أي عمل إلا وأحرزته ولا أي مهمة صعبة إلا وأتممتها فقد كان من المفترض حيث وصف السادس تعلم لغة جديدة وحين شرعت في تعلم تلك اللغة كان الأمر في بدايته صعبا جدا بلا نسبة لي لمجرد للتفكير فيه فقد فهي لغة صعبة ودائما ما كنت أخفق في نطق بعض الكلمات فمن تذكرت ما قاله لجدي حتى قلت بصوت ليس بخفيض إنه السر ونظر إلي أصدقائي بتعجب وذهبت للمعلم فأخبرني بالنطق الصحيح وظللت أكرر وراءه حتى أصبح الأمر أكثر سهولة تناولنا الطعام وحان موعد الذهاب لتمرين وقد حضر طلعة صديقي ليذهب معي فتذكرت أن المدرب أخبرني بأنني اشتزت مركزا وعلي أن أتدرب تدريبا آخر ولكنه أقوى من سابقه فقلت في نفسي ماذا سيحدث إن لم أذهب وإذا بكلمات جدي ترن في أذني وشعرت بالحماس والرغبة في اجتياز هذا التدريب ونظرت إلى صديقي مبتسما وقلت له لقد أخبرني جدي بسر غير حياتي رد طلعة قائلا أخبرني به بسرعة فقلت له السر في عقلك أنت وفي طريقة تفكيرك فنظر إلي مبتسما وقال يا بلال أسرع فلدينا تمرين مهم قلت له أنا لا أمرح فقد أخبرني جدي بأن السر يقومنا في عقلك فلكل منا قدرات ومهارات غير محدودة وعلينا أن نحاول مرارا وتكرارا ولا نيئس والفشل ما هو إلا خطوة في طريق النجاح فكم من عالم فشل مرارا حتى توصل إلى اختراع عظيم غير به العالم لذا فعليك أن تحقق أحلامك وطموحاتك أنت بنفسك كما أن امتلاك الشجاعة للشروع في الأمر أكثر أهمية من النجاح وأوصاني بكلمات حاول ثابر استعنى بالله وستنجح الغريب في الأمر أنني كلما تذكرت كلماته استطعت أن أفعل ما لم أفعله من قبل ذهبنا للتمرين واستطعت بالفعل أن أتعلم هذه الحركات الجديدة وكان المدرب ينظر إلي بكل فرح وتشجيع وعندها نظر إلي طلعت قائلا من الآن فصاعدا لن تكون كلمات جد كسررا قموس الأضوات الكلمة ومعناها أحرزته معناها سجلته حققته حان معناها قرب الشروع معناها البدء أتممتها معناها أنجزتها أنهيتها اشتزت معناها تخطيت أوصاني المراد نصحاني شرعت معناها بدأت غير معناها بدل والمراد طور حسن ثابر معناها وظب داوم استمر أخفق معناها أفشل أمرح معناها أداعب استعن بالله معناها أطلب منه المساعدة خفيض معناها هادئ خافت يكمن المراد يوجد الغريب معناها العجيب أكرر معناها أعيد مرارا المقصود مرات كثيرة من الآن فصاعدا معناها من اليوم إلى ما بعده في المستقبل الكلمة ومضادها أعلم مضادها أجهل اجتزت مضادها تعثرت نيس مضادها نأمل أتذكرها مضادها أنساها سابقت مضادها لاحق غير مضادها ثبث استطعت مضادها عجزت الحماس مضادها الفتور امتلات مضادها فقد أخفق مضادها أنجح الرغبة في مضادها الرغبة عن الشجاعة مضادها الجبن الخوف خفيض مضادها مرتفع محدودة مضادها مطلقة الغريب مضادها المألوف المعتاد المفرد وجمعه جد جمعها أجداد جدود السر جمعها الأسرار خطوة جمعها خوطة خطوات القوة جمعها القوى القوات مركز جمعها مراكز فريق جمعها طرق مهمة جمعها مهمات موعد جمعها مواعد و عالم جمعها علماء الأمر جمعها الأمور طريقة جمعها طرائق العالم جمعها العوالم العالمون الجمع ومفرده كلمات بفردها كلمة قدرات بفردها قدرة أحلام بفردها حلم مرات بفردها مرة مهارات بفردها مهارة طموحات بفردها طموح أضواء على القصة القصيرة في سؤال وجواب لكلمات الجد أثر كبير في حياة بلال وضحه حيث إنه لم يتذكرها في أي عمل إلا وأحرزه ولا أي مهمة صعبة إلا وأتمها وجد بلال صعوبة في نقط بعض كلمات اللغة الجديدة فماذا فعل؟ تذكر ما قاله له جدة فذهب إلى المعلم وعرف منه النطق الصحيح وظل يكرر وراءه حتى أصبح الأمر أكثر سهولة بما أخير المدرب بلالا؟ أخبره بأنه اجتاز مركزا وأن عليه أن يتدرب تدريبا أخر أقوى من التدريب السابق بما شعر بلال بعدما رنت كلمات الجد في أذنيه شعر بالحماس والرغبة في اجتياز التدريب المطلوب ما السر الذي كان بين بلال وجده؟ السر في العقل وفي طريقة التفكير والمحاولة مرارا وتكرارا وعدم اليأس فالفشل ما هو إلا خطوة في طريق النجاح ما الأمر الأكثر أهمية من النجاح كما قال بلال لصديقه طلعت؟ امتلاك الشجاعة والقوة للبدء في أي أمر ما الكلمات التي أوصى بها الجد بلالا؟ حاول، ثابر، استعن بأله كيف نظر المدرب إلى بلال بعدما أدى الحركات الجديدة؟ نظر إليه بكل فرح وتشجيع ما دليل على إعجاب طلعت بكلمات الجد؟ أنه قال لبلال في نهاية القصة، من لان فصاعدا لن تكون كلمات جدك سررا ماذا تفعل إذا حاولت النجاح في ممارسة رياضة ما وفشلت؟ أحاول مرات عديدة، ونستسلم حتى أنجح في ممارستها من وجهه نظرك، ما أكبر عدو يواجه الإنسان في حياته؟ الخوف من المحاولة والاستسلام لما يواجهنا بما تصف كل شخصية من الشخصيات التالية الجد، بلال، طلعت، المدرب، مع ذكر ما يدل على ذلك الجد نصوح، الدليل، أنه أخبر حفيده بلالا بالكلمات التي تساعد على النجاح بلال شجاع الدليل أنه ذهب إلى المعلم ليتعرف النطق الصحيح للكلمات الجديدة في اللغة التي يريد تعلمها طلعت حريص على وقته، الدليل أنه أراد إلا يتأخر عن موعد التمرين المدرب داعم، الدليل أنه فرح بأداء بلال وشجعه هاتي مثالا لشخصيه مصرية مشهورة واجهت عقبات عديدة ونجحت في مجالها عبداللطيف أبو هيف، دخل سباقات عالمية صعبة واجتازها بنجاح، كما أنه فاز ببطولة العالم خمس مرات متتالية مجدي يعقوب، واجه عقبات في بداية عمله في بريطانيا، ولم يستسلم وصار أشهر جراحي القلب في العالم، وحصل على العديد من الجوائز طه حسين، تغلب على إعاقة بصره منذ صغره، حتى أصبح كاتبا كبيرا والديبا بارعا ترجمة نانسي قنقر